السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازايكم ايه يا رب دايما تكونوا بخير اليوم سنعمل مع بعض محشي الكرمب باللبن يلا نشوف بقى طريقة امي ونشوفها تطلع مانا حلوة لا لا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وكمان هنعمل الكرمب العادي اول حاجة انا جبت الكرمبية بتاعتي اهي اما تقطيعها حتة ورقة ورقة كده من العرق بتاعتي من فوق واتخرجيها يا امتا تعملي زي ما انا بعمل كده وتشيلي الراس بس اتضغطي جوه خالص عشان يعني تفضلي تنغزي كده باستكينها زي ما انا بعمل لغاية ما الراس دي تشال هتسايل عليه كاما هتلاقي نفسك الورق بيطلع معيك بكل سهولة اهو بصوا بكل سهولة بخرج الورق وخلاص كده هكمل بصوا خلصتو اهو تمام كده دلوقتي بقى جبت حالة على النار عشان نسلق وفيها الكرمب بتاعنا متحطي فيها شوية من الملح شوية من الكمون او قطع من العيش خلاص عشان يعني ايه ما يعملش انتفاخات والحالة دي حطت فيها شوية من الزيت وحنزل فيها بتلات بصلات وسط عشان المحشي بيحب البصل انا بحب اعمله بالطريقة دي وساعد بعمله نايف نايف بس الطريقة دي بحبها اكتر لو عايزة تنزلي البهرات في الوقت ده نزليها بس انا مش هعمل كده انا حط الطماطم عادي وحسب بكم كويس وحط طلق شوية من الملح وحبتدي اكمل وحنشوف ما بعض هنعمل ايه؟ نوع عندك فلفل اقدر وحابة تحطي حطي انا لاسف ما كانش عندي بصوا بقى جينا لسلق الكرمب انا صراحة سلقت حبة كتير وكان دول اخر حبة فضلين جالي تريفون وهو اللي خلاني تعطلت معلش المهم ان في الاخر انا بنزل بالباقي نزلت بالباقي الكرمب كلها وببتجي خرج ورقة ورقة منها الطريقة دي على فكر سهلة جدا بس يبتوا محتاجة حلة كبيرة المهم سلق الكرمب اول من مياه تغلي المياه بالملح تغلي تحدي فيها الورقة ورقة وتبتجي تطلعيها بعد 15 ثانية على طول قبع زواجي اكتر من كده لانه بل ما بتطلعيه ويقعد فوق بعضه بيستوي اكتر بصوا ده السلق النجح للكرمب ان انت تيجي تمسكيها في ايدك كده وتكوميها تلاقيها انضمت معاكي وحاولي تطلعيه على مياه سقع كده وتشتفيه شطفة حلوة وتسبيه في مصفة يتصفة نيجي بقى للخلطة بتاعتنا بعد ما الطماطم خلاص تسبكت بنزل عليها بشبت وبقدونس وكسبرة وبحب اخط خضرة كتير وبنزل بالرز المخصول وسبع بهارات السبع بهارات بتاعت باب الشام دي حلوة جدا دايما بقول في فيديوهاتي عليها اهو احط معلقة كبيرة الاول مرة يشوف قناتي بقى ما ينساش يعمل لي لايك وحطي لي اشتراك ويفعال لي الجرس عشان كل ما نزل فيديو جديد يصر قشعر بيه واللايك طبعا لو الوصفة عجبتكم بفرح جدا وهو اللي بيرفع الفيديو ودلوقتي حننزل نزلت بشوية من فلفل اسود وحطيت كمان معلقتين كبار من السلسل عايز تحطي حت الطمى حطي وببتدي ان انا اقلبه كويس جدا وبصوا بقى بقى ما شاء الله لونه حلو ازاي دلوقتي هنجينا للتقطيع بقى العرق ده انا بشيله بتيجي كده باستكينه وتقطع العرق بكل صغولة هيتقطع معاك اهم حاجة ما تهريش الكرومبو انش بتسويه ما تسويه جامد يعني عشان تعرف تتحكمي فيه هو زي ما قلتلك كده نزلة كده وتقلبتين والتقطيع على طول وبتبتدي تقطيع العرق ده وببتدي ان انا لفه رول كده الطريقة دي اسهل حاجة بدل ما تحطي بقى بلانشة وتقطيع عليها كله بايدك كده وبسرعة جدا اهو بقطع على قد ما انا عايزة على قد ما انا عايزة طول الصباح بس هو كده طوله معقول الحتة الاخيرة دي انا بشيلها بصوا بقى انا ساعات بسيبه رول كده وانا بحشي بافضل اقطع منه وانا بحشي وساعات بقطعه كده بس انا دلوقتي هقطعه عشان اوريكو تقريبا على قد الصباح وحاولي كله يكون قد بعضه على قد ما تقدر يعني بس كده وبترسيهم بقى قدامك كده في صنية وسهل عليه كده اختي منهم على طول اهو بوريكو يعني على قد ما قدرت ان انا ساوتهم قد بعض دلوقتي بقى نيجي لطريقة الحشو بحشي ازاي انا وحقول لكو كمان ان في ناس كتير بتبقى الرز مثلا مش بيستمي معا من النص حقول لكو ايه السبب وفي كمان يعني احاولي على قد ما تقدري ان انت قصدي ما تطلعيش رز كتير برا المحشي نفسه وشان يبقى شكله حالو يعني ايه دايما مضافي كده الورقة بتاعتك الحلة دي حطى فيها بصلايا اه طمط مية زي ما انتو شايفين كده بحط عليها شوية فلفل اسود وببتدي ان انا ارس الكرمب التاني رس الكرمب من عوامل نجاحه علشان خاطر مية زي ما اقتري كده يعرف المية تتخلى له ويعرف المية تخش له علشان خاطر يستيب انا هعمل صف داير ميدور حوالين الحلة ومن النص سطرين كده في النص انت بقى الرس اللي تحبيها اعمليها بس المهم ان يكون مرصوص ببتدي بص رفه ازاي بكل سهولة مفيش اي حاجة صعبة خالص اهو هتبتدي تحطي في الحلة بتاعتك هروح طبعا اكمل بقى وارجع لكم بعد ما خلص انا بقولكم ان انا بليف فرق داير ميدور وحعمل صفين في النص هنخلص الحلة بقى ونرجع مع بعض اهو بصوا ما شاء الله حلو قوي 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 يلا تفضلوا معايا يا جماعة دلوقتي بقى هروح اعمله احط عليه الشربة الشربة وانتي بتحطي عليها عايز تحطي مياه خطي براحتك بص انا بحب شربة صراحة عشان خاطر بيبقى فيها بقى حبهان كده اهو بصوا ببتدي احط شربة لغاية السطر الابل الاخير الكرمب ما بيتغطاش بصوا انتو شايفين الشربة دلوقتي يفوق على الوش ههز الحلة هتنزل كلها دي خطوة مهمة جدا 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 لازم هزز الحلة ده علشان المية تتخلى له اهو زي ما انتو شايفين ببتدي احط وهز الحلة لغاية ما يوصل لايه للسطر الابل الاخير دايما نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام واحنا بنعمل اي حاجة عشان ربنا يباريك لنا فيها ودايما كده تكون نفسنا مطمئننا واللي عجب الوصف ان شاء الله ما ينسانيش بتعليق حلوة منه وما تنسيش تحطوا اللايك اللي ما حطهوش يحطه خلاص دلوقتي بقى بقولكم ان انا هرحا اغطيها وقبل ما المية بتنشف خالص بغطي عليه خالص زي الرز زي ما بتعملي الرز حتي شياطة وعمل اقتعاله بقى نشوف بقى اللي احنا نعمله باللبن اهو انا عملت زي كسرولة كده صغيرة وقلت يلا ما نشوف بقى قمني ايه رأيها يعني ايه رأيها ايه 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 زي ما قالتلي ولا هشوف رأيي انا قصدي حطت نص كباية حسيت انه عايز كمان شوية فاخدت تقريبا كباية لربع مني كسرولة دي اخدت كباية لربع من اللبن برضو نفس ما عملش في الشربة تحطي اه لغاية السطر القبل الاخير ما يكونش متغطي المهم اهم حاجة تغطي قبل الاخر علشان اللبن ممكن بيتحروق بسرعة جدا فاخلي بالك وبضغطي عليه وقبل برضو ما يتشرب قوي تقوم يموطي عليه وضغطي برضو تحتي شياطة بصوا اهو ما شاء الله عايز اقول لكم ريحته تهبل ما شايز اقول لكم الطعم تلع حكاية ازاي قلت يا ريتني كله عملته باللبن بجد تلع طعمه حلوة قوي 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 وان شاء الله لما تعمليه تجربيه جربي الطريقتين عشان تعرفي الفعلا تفرعي ان ايه الجمال ده ايه ايه الروعة دي حلو قوي 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 بصوا هنحط في ارضيته ورق اه ورق اللي هو الاخضر بتاع الكرمب التاني كنت حطى بصله وهنا حطيت ورق الكرمب بصوا وحطيت شوية زيت في الارضية الاول وبعدين حطيت ورق الكرمب وبعدين حشيت الله 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 شايفين حتى لون وحتى كل حاجة بجد مش قادر اقول لكم قد ايه عجبني جدا 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 ودلوقتي برضو حواليكو التاني الاتنين تلوع حلوين بس اللي باللبن عجبني اكتر بصوا بسم الله ما شاء الله الله على فكرة في واحدة هنا شايفينها متحمرة شوية دي مش من الارضية اللي متحمرة دي من الجدران بتاع الحلل في حاجة كمان عايز اقول لكم عليها ان انا بحب اعمل الكرمب في الحلل الالمونيا بحس انها طعمه احلى مش هعارفة وكمان بحس انها بتحافظ عليه انها ما يتحرقش بسرعة الحلل الاتفال والصرميكو كده بحس انها بتحروق ومش هعارف انا صحة ولا لأ يعني اللي زي قولي بحس طعمه في الالمونيا بيبقى احلى كتير يلا تفضلوا بقى معايا طعمه بصوا مش قادرة اقوم سخنة جدا 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 انا نجيب شوكة بقى بسم الله الله اكيد يعني بص جعد بصكم في راية الله ومع السلامة